و أهله خير الناس كما قال عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن و علمه إن لله أهلين من الناس قالوا يا رسول الله من هم؟ قالهم أهل القرآن أهل الله و خاصته أهل القرآن من هم أهل القرآن؟ المشتغلون بالقرآن الحريصون على القرآن الذين ينطلقون من القرآن و يعملون بالقرآن و يفيؤون إلى القرآن يتعلمون القرآن و يعلمون القرآن يتاجرون مع الله تعالى إن الذين يتلون كتاب الله و أقاموا الصلاة و أنفقوا مما رزقناهم سرا و علانيا يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم و يزيدهم من فضله إنه غفور شكور هؤلاء الذين يقرؤون القرآن يضاعف الله أجورهم لكل حرف بكل حرف حسنة و الحسنة بعشر أمثالها كفاهم فخرا و شرفا أن السكينة تنزل عليهم في مجالسهم و تغشاهم رحمة الله و تحفهم ملائكته إنهم يجتمعون في بيوت الله يتلون كتاب الله و يتدارسونه بينهم يذكرهم ربهم عنده كفاهم فخرا أن الله يرفع شأنهم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما و يضع به آخرين و يكفي حافظ القرآن فخرا و شرفا أنه سيدعى يوم القيامة و يقال له اقرأ و ارتقي إذن إلى العلا و رتل كما كنت ترتل في الدنيا هذا العمل الذي يعمله في الدنيا الآن سيقوم به يوم القيامة و المنزلة سترتفع بحسب حفظه و تلاوته لهذا الكتاب حفظ في الصدر و عمل بهذا الكتاب بالجوارح و القلب و الفضل معلق بحسب هذا الاتقان و هذا العمل و الاتقان صاحبه مع السفرة الكرام البررة و هذه منزلة عظيمة و الذي سهر بالليل و يتلو بالنهار و يقوم بليله يقوم بالقرآن في ليله و هو يعمل فيه بنهاره هذا بلا ريب هذا من الفرسان الرهبان و أولو العلم الذين ضموا هذا القرآن في صدورهم و تفهموا معانيه و انطلقوا منه بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم يحتجون به و يستدلون و يحكمونه و بينهم هو الحكم و عندما يأتي صاحب القرآن يوم القيامة و على رأسه تاج الوقار يكسى والداه الحلتان العظيمتان بتعليم ولدهما للقرآن إنه الشرف العظيم طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدى وضيئا كالنجوم تألقه الله أكبر يا لها من نعمة لما يقال اقرأ فرتل و ارتقى و تمثل القرآن في أخلاقه و فعاله فبه الفؤاد تعلق و تلاه في جنح الدجا متدبرا و الدمع من بين الجفون ترقرق هذه صفات الحافظين كتابه حقا فكن بصفاتهم متخلقة طوبى لأولياء الأمور الذين نشأوا أولادهم على علوم الكتاب و السنة طوبى لهؤلاء الشباب الذين انتظموا في الحلق طوبى لهؤلاء المدرسين الذين أشرفوا و علموا طوبى لهؤلاء الإداريين و المشرفين الذين يتابعون مسيرة هذا العمل العظيم أفضال و مناقب و جدير أن تزف هذه الأنوار لأصحابها نسأل الله سبحانه و تعالى أن يجزي بالخير كل قائم على هذه الأعمال و أن يتقبل ممن بذر فعلم وتعلم و أن يوفقنا جميعا للعمل إنه سميع مجيب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر